وفي سياق المؤشرات الإيجابية أعلن البنك المركزي العراقي انطلاق عمليات التحويل المالي بين العراق والإمارات وتمويل التجارة والاستيرادات بين البلدين بعملة الدرهم الإماراتية من خلال مصرف أبوظبي الأول جاء ذلك باجتماع في دبي بين محافظة البنك المركزي علي محسن العلاق ورئيس مجموعة بنك أبوظبي الأول هناء رستماني وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية يتم زيادتها تدريجيا لتمكين المصارف المحلية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة ويذكر أن مصرف أبوظبي الأول هو من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم حيث يتمتع بتصنيف مني تماني من الدرجة الممتازة وإجمالي أصول بنحو 300 مليار دولار أمريكي اشتركوا في القناة